موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بقناة دروس آدم معكم أنا آدم عربي اليوم درسنا إن شاء الله عن frame blocking أو يعني حذر أو إخفاء frame مقابل frame آخر مثل ما شفنا في مقدمة الفيديو ما رح نطول خلونا نفوت بالعملي رح أشرح أنا تكنيك واحد وإن شاء الله بفيدكم وهو باقي الفيديو مصنوع بنفس التكنيك مثل ما أنا شايفين بداية الفيديو هون الشيف هون عم بيعمل بيتزا بنزلها والكاميرا بتتحرك لتاحت الطاولة وبعدها بيظهر عنا مشهد تاني عم بيقوم بعملية رش أبهارات على البيتزا التكنيك اللي رح أستخدم وهو الماسك ولكن رح يكون فيه هيكي tips معين رح إن شاء الله تستفادوا من خلاله أول شي خلونا نفصل الصوت نضغط باليمين نعطيه وكمان المقطع التاني بنعطيه طبعا نحن لازم يكون هذا الكلام متزامن مع الموسيقى مثل ما شفنا في بداية الفيديو فأنا هون في البداية لازم سرع الفيديو خلونا نكبس باليمين هون على fx بعدين بنختار time ramping بيظهر عنا هذا الخط مثل ما أنا شايفين فأنا بدي بالبداية تكون سريعة ولما ينزلها تكون slow motion فلحظة لما بتتنزل البيتزا بيضغط هون command بالماك و control بالwindows وبعمل نقطع هلأ كل شي رح يكون بهذا الشكل هون رح أرفعه للأعلى ملاحظين الرقم الموجود تحت هو نسبة السرعة فأنا رح سرعه تقريبا نسبة 200% مثل ما أنا شايفين إذا شغلنا رح يكون في سرعة لحظة السقوط رح نزلها لـ 30% طبعا هاي ممكن أنا النقاط الموجودة هون المقابض والهي لنعومة الحركة مثل ما أنا شايفين إذا رفعنا وضغطنا عليها رح نلاحظ أنه في هون مقبض الحركة عم بتكون بشكل مستقيم بعدين حاد بعدين مستقيم فنحن حتى نعمل النعومة بنسحب هذا المقبض بهذا الشكل فمرلاحظ أنه صار في هيك هون إنحناء لحتى تكون بشكل ناعم مثل ما أنا شايفين لما بتنزل رح رح رجع المقطع مثل ما كان رجعه لـ 100% طبعا هذا الصوت بحركه مع مكان السقوط لما بتصطدم رح حط المقطع الصوت في البداية مثل ما أنا شايفين طبعا بحرك المقطع لهون ورح يكون عنا المقطع بهذا الشكل هلأ التكنيك اللي نحن رح نشتغل عليه واللي هو إننا رح أعمل ماسك لما نحرف الطاولة من هون بحيث لما تطلع الكاميرا كهان الأصفر رح يطلع المشهد هاد تمام كل ما علي كل اللي علي إنه بضغط على المقطع هون وبأجي على افكت كونترول وبعده بأجي على على الماسك عندي ثلاث أنواع دائرة مربع وعندي البين تول فأنا بضغط عليها وبأجي بضغط من هون بأعمل هي خط مستقيم بصغر شوي القيمة من هون تبعية العرض وبأعمل بهذا الشكل لاحظين طلع معي المقطع فأنا بكل ما علي بأعمل إنفيرت من هون بحيث يبين عندي المقطع الأصلي وبرجع فريم الفريم بتضغط هون وبملأسهم يمين ويسار برجع لورا فريم الفريم تمام وبفعل التوغل من هون وبنزل النقاط الموجودة هون للأسفل بهذا الشكل هلأ بمشي فريم 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 برجع برفع لهون برجع بعمل هيك كما بمشي فريم يعني لأدام بالسهم اليميني بالكيبورد وبعدل هون النقاط بحيث أني برفع وغطي اللون الأسود الموجود هون مثل ما أنا شايفين برفع أيضا وبعمل بهذا الشكل مثل ما أنا شايفين بهذا الشكل إذا رجعنا فريم الفريم الآن رح أعمل النعومة رح أكتر النعومة اللي هون مثل ما أنا شايفين من الماسك فيدر من كتر النعومة هيك كان قبل هيك بحد بحيث أنه يكون فيه نعومة خلونا نشغل من البداية مثل ما شفنا ممكن أنا إذا بدي أعمل حركة تانية طبعا هي أثناء صعود المقطع العلوي لازم أعمل له ماسك عفوا لازم أحط له تأثير كأنه بلر أو Outfocus للكاميرا فبيجي على Effect وبختار من هون Fast Blur مثل ما أنا شايفين نضغط ونسحب لهون يظهر معنا بهذا الشكل طبعا هون عنا نوعين أو خيارين عرضي أو طولي أو الاثنين مع بعض أنا رح أختار Vertical للتمويل مثل ما أنا شايفين لاحظوا في سواد هون عم يطلع بالزاوية هو اللي هو بعطيه أنا repeat من هون بيكون اختفت فأنا كل ما علي بيجي للنهاية بهذا الشكل لازم تكون بقيمة 36 في البداية لازم تكون من هون لازم تكون صفر إذا مشينا Frame Frame لاحظوا كيف عم بتصير الحركة بهذا الشكل الآن بدي أعمل حركة بحيث أنه هي و هو عم بيطلع المشهد للأعلى بدي كمان مشهد السفلي يطلع معه كأنهم مشهدين مركبين فوق بعض فكمان بيجي لهون على Video Effect وبعدين بيجي على Distort وبعدين بيختار شيء اسمه Transform بضغط وبصحاب لهون ليش أنا اخترت هذا الـ Effect مع العلم أنه بإمكاني من الموشن أعمل حركة لفق و لتحت لأنه الـ Effect هذا بيعطيني حركة الـ Blur أو حركة الكاميرا فأنا بيجي بيجي لهون على هاي الساعة و بلغي التحديد تبع الشتر و بعمل الشتر 180 هلأ في البداية أو بمشي هون للنهاية تمام و بفعل الـ Position بهذا الشكل و برجع للبداية و لازم يكون المقطع خارج الإطار مثل ما إنا شايفين بهذا الشكل و نضغط هون باليمين على هالنقطة و بنعطي Is In خلونا نشغل و نشوف ملاحظين صار معي هون بهذا الشكل ملاحظين كيف طلعت معه مع وضع الموسيقى و Sound Effect مثل ما إنا شايفين وبقية الأمور معمولة بنفس الطريقة في منها عمل حركة كما شف نعم حطينا Effective Transform و في منها بدون فقط ماسك أمام شيء عم يتحرك ليظهر المقطع اللي خلفه هذا هو درسنا كان لليوم إن شاء الله يا ربي يكون فاتكم و عجبكم اكتبوا لي في التعليقات إذا حابين نعمل أي جزء ثاني اسكروا لي في التعليقات كان معكم آدم عربي تحياتي لكم والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته